بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا راقلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اشتركوا في القناة 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 اتركيه يا عديمة الرحمة اشتركوا في القناة 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 اتركيه اتركيه يا عظيمة اللحمة اتركيه يا رحوش احترس يا صغيري احترس كن حضرا يا بني تنبه تنبه يا بني تنبه ابي 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 ايليك لا تؤذي لا تؤذي سيدي عقوب استيقظ استيقظ سيدي عقوب ما الذي جرى يا نبي الله حلمت بما هو مزهج سمعت صوتك وانا في الحجر المجاورة بلا ينحل من اشبه بكبوس رأيت قطيعا من الذئاب المفترسة كيوسف سناً وطولاً لا شك لا شك ان نبي الله يعلم تفسير هذه الرؤية وإلا لما بنى عليه القلق ثمت بلاء ومصيبة يترصدان آل يعقوب معاذ الله أن يطلب السؤال أحد من عباده لكنهم بعض عباده الذين يصغرون للشيطان فيحفرون الحفر للإقاع بإخوانهم حبذا لو تخلدوا إلى النوم مجدة لتستعيد هدوءاً اللهم ربي إني ألتشوي عجباً جاد عشير ألم تسمع الصراخة في البيت البارح ليلاً؟ لا كنا مستغرقين في النوم لم نسمع شيئاً أبداً لعل استيقظت لبرهة لكنني لم أسمع شيئاً استيقظت البارح ليلاً على صراخ أبيكم كان يرحل ولما أيقظته قال إنه رأى عشرة ذئاب هاجمت طفلاً في عمر يوسف وطوله ثم عمدت الذئاب إلى الطفل وجعلته في حفرة استيقظ أبوكم منتصف الليل وراح يلاطف يوسف ويقبله وهل تعرف على ذاك الطفل؟ قال إنه لم يرى وجهه لكنه ولا ريب كان يوسف وإلا لما قام أبوكم من مضجعه ليمسح على رأسه ويلاطفه ويدلله إذا كان ذلك الولد يوسف فلا شك أن أولئك الذئاب هم نحن وهل هو شيء مضحي أن يراكم أبوكم على هيئة ذئاب؟ أخبرني يعقوب أنه رأى في منامه عشرة ذئاب تهاجم الطفلاً مشبه ابنه يوسف ثم رمت الذئاب بهذا الطفل في جوف الأرض لا يسوءني سمع هذا ما الذي أصابك بلها؟ رأى يعقوب أولادنا على هيئة ذئاب وتقولين أن ذلك لا يسوءك؟ ما أجمل تلك الذئاب التي تفترس يوسف يتواجب على أولادنا أن يتحركوا عليهم المبادرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر أنا أعلم بالذي يشري إنه يذكر يوسف ليلا ونهارا ويراه في منامه أيضا يأخذه معه حيثما ذهب وإذا نام ليلا أرجعه إلى جواره لا تثر جلبة لطائلة منها فنحن ما زلنا نجهل من الذي رأاه أبونا بالتحديد ثم إن يوسف ليس مثلنا فلا أم ترعاه ولا حجرة تؤويه لذا يستحبه أبونا نهارا ويدجعه ليلا بل نعلم على وجه اليقين ما الذي رأاه أبونا لقد رآنا فيما يرى النائم على هيئة ذئاب ذئاب تفترس يوسف الصغير السلام عليك يا أبي يتواجب عليكم أن تكفوا عن القيل والقال وأن لا تسغل الترهات التي يقولها البعض لقد قالت أمي إنك رأيتنا في منامك على هيئة ذئاب تهاجم يوسف لتفترس هو ليس هكذا قد رأيت في منامي بضعة ذئاب تهاجم طفلا لكانت الذئاب تشبهكم ولا كان الولد يشبه أخاكم نوسف لم أتمكن أساسا من رؤية وجه الولد في منامي عشرة ذئاب ونحن أيضا عشرة بنين أنا لم أحصل ذئاب عددا في منامي فكيف لكم أن تقولوا إنهم كانوا عشرة ذئاب أنا أحبكم جميعا فردا فردا ولطالما كنت شاكرا لجهودكم ومقدرا إياها لكنني أعجز عن أن أجلس يهودا وهو الفتى الأغر في حجري لأدلله مثل طفل صغير هل أستطيع؟ عندما كنتم أطفالا كنت أحصن إليكم كما يذيق بالأطفال كنت أجلسكم في حجري وأضجعكم إلى جواري في حينه أمكنكم أن تنعموا بحناني الأبي والأم لكن يوسف وأخاه سيظلان قاصرين عن التناعم بمن عمتم به إنه ليسوءني أن أرى أبنائي الأبطال ينزلون أنفسهم منزلة الطفل الصغير جاد عشير اسألا أمكما ولتخبركما كيف دللتكما البارحة ليلا بلى كنت مستيقظا البارحة ورأيت كيف أنك دثرتني وأخي جاد ثم نصحت بيدك على رأسينا لقد سبق لي أن قلت لكم أن أقوالكم وأفكاركم تفوح منها رائحة الحسد إنها من نفثات الشيطان لا تسمح للنمامين والمغردين أن يضرموا نار الحسد والنميمة في قلوبكم يا أولادي أبي نحن نحب أن يلعب يوسف معنا فلما لا تسمح لنا بذلك؟ لا أرى مانع أن يحول دون ذلك فيوسف هو أخوكم لماذا لا يمكنكم أن تلعبوا معه؟ لا ريب عندي أنه سيفرح باللعب معكم أيضا إذن فأنت تسمح لنا بأن نلعب مع يوسف الآن؟ لماذا تمطلون أسرع بالذهاب؟ ألا تريدون أن تخرجوا قطيع الأغمام إلى الصحراء؟ أذرنا يا أبو أذرنا يا أبو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن نغل الحليب من أجل الغداء فنيئا مريئا بل لا تستسيغون ضيفا من غير ذاوة من أنت يا هذا وماذا تفعلون أنا من أهال بعض هذه القرى القريبة وأنا من الرعاة الذين يخرجون بأغنامهم إلى الصحراء ولكن من الذي أصابكم يبدو لي أنكم لستم مسرورين لدخول عليكم ولماذا نسر؟ أنت محق فيما تقول فلا أحد يسر لدخول الغرباء عليه لكنني أصدقكم القول أنني جئت إلى هذه الناحية لأجلكم لقد استبد بي الشوق للقائكم وهل تراك تعرفنا؟ بلى فجميع سكاني هذه الناحية يعرفون أولاد يعقوب النبي إذن لماذا ذهلت عندما رأيتنا؟ لأنني أبصرتكم في منامي هل تصدقون ذلك؟ أمس أبصرتكم في منامي واليوم رأيتكم أمامي أليس هذا غريبا؟ يسرنا أن نسمع حدثنا عن ما رأيته لا أخفي عليكم كانت رؤية غريبة لم أستطع فك رموزها رأيت أنكم عشرة إخوة تحملون عرشا مزينا يعتليه طفلا صغير كأنما أنتم جميعا حديده وهو سيدكم ثم رأيت الطفل إياه يركب عربة وأنتم العشر بمثابة أحصمة تجرونه ورأيته أيضا يجلس على كرسي واسع وقد عمد إليكم أنتم العشر وقيبكم بالسلاسل والحديد وجعلكم رعاة ومزارعين عنده يبدو لي أن تأويلي لهذه الرؤية أزعجكم الأفضل أن أذهب ما أقبح وجهه وما أنتنى رائحته أجل أين اختفى؟ لا يستطيع الامتعاد عنه بهذه السرعة أين اختفى؟ لا أعلم لعله غصى في جوف الأرض لا أعلم من هو لكنه كلامه أيقظ شيئا بداخلي إن رؤياه أشبه ما تكون برؤيا أخينا يوسف السلام عليك يا أبي وعليكم السلام يا عز السلام عليك السلام علي أحبائي السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليك يا نبي الله وعليك السلام يا والدي ما الذي شرر أنت عارضت مع أحد أجل مع أولادكم لماذا؟ لقد أدخلوا الأغنام إلى مزرعتنا فعافت فيها فسادا ولما أنكرت عليهم ذلك هاجموني وأوسعوني ضربا يهوذة شمون لاوي تعالوا لماذا سمحتم للدواب بالدخول إلى مزرعته لتفسد زرعه؟ لا يسعنا أن نمنع الأغنام عن الرعي يا أبي لم يحدث شيء يستدعي هذه الجلبة لماذا أسعتموه ضربا؟ يحق لك أن تقتص منهم يا نبي الله لقد عفعت عنهم ولكن كلهم ألا يسوق قطيعهم ليرعى في مزرعتنا بعد اليوم قالوا لي نحن أهلك نعان نفعل ما يحل لنا ونسوق الأغنام لترعى حيث تشاء من الذي أباح لكم أن تدخلوا؟ قطيع أغنامكم إلى مزرع خلق الله ما الذي قال لكم أننا مالكوك نعان وإصحابها؟ بني إني أعتذر إليك أعيدك بأن دوابنا لن تعبث في سرعك بعد اليوم وسأعود عليك كل الخسارة التي لحقت بمزرعتك لقد أخطأنا يا أبي هل لا سامحتنا أيها الشاب؟ هل لا سامحتنا أيها الشاب؟ اشتركوا في القناة يوسف يوسف بني استيقظ استيقظ سلام عليك أبي وعليك السلام يا عزيزي لعلك كنت تحلم أجل رؤية غريبة أغرب من التي نهيتني عن رواياتها لأحد حتى لأبيك يا بني كنا جالسين على مقرب من الأغنام إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كنت أنظر إلى النجوم وإلى الشمس والقمر حينما أيقظتني أشتركوا في القناة أمي أشتركوا في القناة لقد صدق حدسك يا بني عليك أن لا تروي ما رأيته لأحد ولا سيما لأخوتك فهم جالة وغرور الشباب يدرم نار الحسد في قلوبهم لا تروي ذلك حتى لأخواتك وأزواج أبيك وإلا أباع الخبر بين الناس إن الشمس التي ستحن رأسها بين يديك في قبل الأيام ها هي راكعة أمامك وكذلك سيجد لك القمر وأحد عشر كوكبا في يوم من الأيام سيأتي يوم تكون فيه سيدا ووجيها بين الناس ووليا من أولياء الله حينها فقط سوف يسجد أمامك أبواك وجميع أبناء أبيك وحتى ذلك اليوم لا تقصص رؤياك على أحد وخصوصا على إخوتك وخصوصا على إخوتك مخافة أن يتولاهم الحسد فيكيدوا لك مكيدة؟ مكيدة من جانب إخوتي؟ أبناء نبي الله يعقوب؟ لا تخفلن عن مكر الشيطان يا ولدي إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يرصد له ليوقعه ولو كان ابن نبي لقد استفاك الله تعالى لنفسه وحباك علم تعبير الرؤى وتفسير الأحلام وسيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إصحاق وإبراهيم من قبل أتم عليهما نعمته بأن جعل الإمامة والنبوة في ذرارهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليك أبي وعليك السلام يا ابنتي عفاك الله اجلس سأجلب لك شيئا من الحنطة إلى أين استحبكما والدنا؟ ذهبنا معا لزيارة ضريحي أمي راحيل ماذا تريدين؟ البارحة نصب يعقوب خليفته فقلت عسى أن تكون متشوقة لمعرفة ذلك حسنا لا تشغلي بالك فهو ليس من أولادي أو أولادك إنه يوسف بن رحيل أخبريني عن كل شيء ما الذي جرى؟ أفقت ليلا فسمعت يعقوب يقول ليوسف لا تقصص رؤيك على إخوتك أنت رسول الله ووارث إسحاق وإبراهيم لكن ما طرق سمعي أكثر قوله له ستكون كبيرة إخوتك وسيدا عليهم وجميعهم سيجدون أمامك قال ذلك وهو راكع أمام يوسف ويقبل وجهه لطالما أحببت أن يكون خليفة يعقوب أحد أولادي ولكن متاقض الله ورسوله أمرا فسأردخ لحكمهما هل حقا تطقين فكرة أن يكون يوسف سيدا على أبنائك؟ لا حيلة لي هذه إرادة يعقوب وسأذعن لها وأنصحكما بأن تحذوا حذوي لكنني لا أستطيع أن أرضى بأن أعتقد أنه يتوجب علينا أن نذعن السيدة لا يمحقة في قولها يجب أن ننصع لإرادة نبي الله يعقوب أتمنى أن يرضى إخوة يوسف بمن اختاره أبوهم ما أصغر عقلك لا يجوز البوح بكل شيء أمام ليه أما الآن فيتوجب علينا أن نفعل شيئا موسيقى ترجمة نانسي قنقر إنه يأخذه معه حيث مذهب وإذا نام ليلا حضره يوسف في عالم الرؤية لا تثر جلبة لطائلة منها يا يهوث فنحن ما زلنا نجهل من الذي رأاه أبونا بالتحديد ثم أن يوسف ليس مثلنا فلا أمة رعاه ولا حجرة تقويل رأى يوسف حلما وتفسير ذاك الحلم أنه سيسودكم أجمعين الأمر ليس صعبا نسأل يوسف أتظنه سيصارحكم إن كان قد رأى حلما بلى بلى فيوسف لا يكذب أبدا سيخبرنا إذا كان حلم بشيء فلنذهب يا يهوث اهدأ يوسف نعم يا أخي أخبرني هل تعلم أننا نحب أخانا طيبة والحنونة يوسف أنا أيضا أحبكم جميعا قل لي يا هوث متى سأصبح كبيرا مثلكم أنت كبير بالفعل وتعرف جيدا مقامك ومنزلتك عند رب العالمين يا يوسف وعن أي مقام ومنزل تتحدثون عن المنزل التي أرق الله إياها في عالم الرؤية هل تراك نسيت الحلم الذي رأيته البارحة يعجز اللسان عن وصف مدى فرحنا حينما علمنا بأمر الرؤية التي تعبيرها علو المقام والرفعة لك يا يوسف هل أخبركم والدنا أنني رأيت حلما؟ فأنا لم أطلع أحدا غيره على ذلك لا 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 لم يحدثن أبي بذلك لكنني سمعت ذلك بنفسي وأنا وقف في باحة الدار سمعت أبانا يطلب إليك ألا تقص رؤياك على أحد وقال إنك ستكون ذا مقام رفيع في قابل الأيام وهل ستخبرنا بتفصيل الرؤية الآن؟ قلت إنك سمعت والدنا يطلب مني ألا أخبر أحدا بالرؤية لا ضير في ذلك يوسف نحن أخوتك وجئنا لنشطرك هذه الفرحة أنا أعلم كم تحبونني ولعلكم لن تستاؤوا إذا ما قصصت عليكم تفصيل الرؤية مع ذلك لا يساعني أن أعصي أمر أبي يهوذة سأخبر أبي أنك حاولت أن تضرب يوسف كف عن ذلك دينا يهوذة لا يريد سوءا بيوسف غايته أنه غضب واستاء من أخيه الصغير لماذا استاء يهوذة؟ هل قلت شيئا يغضبه؟ بل امتنات عن قول ما يرغب بسماعه أعني رؤياي أنا لهم أن يعرف أنني حلمت البارحة فلا أحد غير أبينا يعرف سأقول لأبينا أن يهوذة أراد أن يضرب لا تفعلي لماذا؟ إنهم إخوتي وأنا أحبهم ولا أريد لأبي أن يتأذى بسببهم أخبريني دينا لماذا يكرهني يهوذة؟ رغم أن أبانا يقول إنه على الإخوة أن يحب بعضهم بعضا وأن يحترم واحدهم الآخر بلها زلفة لايا أسرعنا جلبت الحنطة السلام عليك السلام عليك أفاك الله سلمت يداك بل ها أحضر الرحة فليس عندنا طحين هذا أول محصول حنطة العام عنيته أنا أفصل بين الألباب والقشور تعال بني أبي جميع أخوتي يعرفون بشأن الرؤية وكيف علموا بذلك؟ لا أعرف سألوني عن تفصيل الرؤية فلما لم أجبهم أغلظوا علي في القول بلها بلها نعم يا نبي الله تأكد لي حتى الآن أنك كنت تضرمين نار العداوة داخل البيت لكنني أثرت السكوت آملا أن تكفي عن ذلك وتصلح سريرتك لكن يبدو أنك عزيمة على المضي في هذا الطريق حتى توقعي بين أبنائي جميعا لا أعلم ما الذي يقصده نبي الله بكلامه أنا بريئة البارحة بدت على مقربة من جناحك وكان يوسف معي حيث روى رؤياه وفسرتها له لم يطلع أحد على هذه الحادثة غيري وإياه ولا أحد غيرك كان يستطيع سماع الرؤية وتعبيرها أؤكد لك أنني البارحة ليلا كنت مستغرقا في النوم أنت تكذبين البارحة ليلا فطنت إلى صوت من داخل حجرتك لكنني تجاهلته بعدما دخلت الحجرة ورأيتك والأولاد مستغرقين في النوم علمت أنني لم أكن مخطئا سبق لك أكثر من مرة أن غررت بزلفة وإجبارتها على النميمة تحردين دائما يهوذة وإخوته على يوسف وتسرعين الحق في قلوب أولادك على أخيهم الأصغر لكنني كنت ألزم الصمت أحذرك هذه المرة أنك إذ ارتكبت مجددا خطأا واحدا فسأنتزع منك أولادي وأسرحك إلى موطنك في فدان ببابل هل استعين ما أقول لا 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 أنا أعاهدك يا نبي الله أنني لن أجعلك تغضب مني بعد اليوم وسأكون لك طائعة ومغينة اصفح عني أنا جاريتك ولا أحد لي سواك ادفني هنا إن شئت ولكن لا لا تحدثني عن تصريحي إلى فدان لا أشك لا شك عندي أن الشمس هي أبونا والقمر أمنا والأحد عشر كوكبا هم نحن لقد أفرط أبونا في تدليل هذا الولد اليتيم والتافه حتى صار يرى نفسه في الرؤية إلها ونحن عبيده السجيدين له ليس أخوته فحسب بل يرى أبويه سجيدين بين يديه اليوم لن يغادر أحد هذا المكان حتى نحسم الأمر فيما يخصنا ويوسف أنا أحب جميع أولادي بلا استثناء لكن تعلقي بيوسف من شأه مقامه عند الله تعالى أتمنى من كل قلبي أن يعي أولادي هذه الحقيقة وأن لا يعاد أخاهم أو يكونهم لا الضغاء ولكن هل حقا يعتقد يوسف أنه أفضل وأحسن من أبوينا وأنه سيكون سيدا علينا لقد أصبح يوسف يتوهم ويمن نفسه بأشياء وهذا كله بسبب إقبال أبينا عليه وإفراط أمنا في تدليله أنا لا أعرف حتى الآن لماذا يفضل أبونا يوسف علينا كلنا هل ترانا لا نملك شيئا يملكه هو نحن نتكفل بجميع أعمال البيت وشؤون العائلة نزرع ونحصد الزرع ونحمل مسؤولية رعاية قطيع الأغنام والحفاظ عليه من براثم الذئاب نؤمن الماء والطعام نحرس الأغنام ننظف الحظائر ونمسح فضلات الدواب وهذا كله ونتلقاه نتحمل كل هذه الأعباء وفي المقابل يمنح أبوانا كل حبهما وحنانهما ليوسف هذا الولد أخذ ينسج في أحلامه ويمني نفسه بالسيادة والرئاسة علينا كلنا منذ أن فتح يوسف عينيه على هذه الدنيا تمكن من أن يستقطب جميع الأنظار وأن يستحوذ كل الحنان أرى أن أبانا في ضلال مبين هو يتحمل وزر كل هذه الأخطاء لكنني لن أسكت أبدا ولن أقبل بأن أصير عبدا لابن راحيل ونحن أيضا لن نرضى ولكن ما عسانا نفعل لعلكم أجمل من أن تجروا على الجهر بها لكنني أقول إنها يوسف لابد أن يموت كلماتك بمنتهى الخطورة فلا تستسل التلفظ بها تريد مني أن أصمت؟ اسمعني جيدا أريد أن أعاقب أبانا يعقوب على تفضيله يوسف وأريد أن أدفن معه حلمه بالسيادة في باطن الأرض أنا وإن كنت لأملك جرأة يهوذ لكنه محق نحن لن نطيق رئاسة يوسف علينا لقد نفد صبره إلى متى يتوجب علينا أن نصبر وأن نجامل يوسف أمام أبينا وأمام أمهاتنا أيضا؟ منذ أن أتى يوسف إلى الدنيا وهو يستقطب جميع الأنظار ويستحوذ على العطف والحنان أحذركم يا إخوتي من أن قتل الأخي وعسيان الأبي ذنب عظيم ويستتبع ولا ريب أن نعذب في نار جهنم حسبت حسابة هذه أيضا التوبة سنسأل الله الصفحة والمغفرة بعد أن تنضي بدعة أيام على قتل يوسف والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا هذه حال جميع العصات نقترف الذنب ونرتكب الخطيئة ثم نتوب لاحقا إلى الله نحن سوف نتوب وسنعمل على إصلاح أنفسنا بعدما نفرغ من قتل يوسف ونفوز بحب أبينا صدقني يا لاوي وماذا لو سلبنا الله تعالى القدرة على التوبة فإن فرصة التوبة لا تتاح دائما للعاصين وإذا لم نوفق في التوبة سنصبح ملعونين حتى قيام الساعة وسيظل هذا العار يطارد عبر الأجيال بأن عمدت عصبة من أولاد الأنبياء إلى تلطيخ أيديهم بدم أخيهم أؤيد كلامه لكنه لا يحل الأمر إلا إذا اقترح علينا طريقة أفضل من طريقة يهوذة للتعامل مع يوسف ما أسهل أن تلعب دور المخالف وأن تتقمص رداء المتقين هيا أعطينا حلا لهذا الموضوع أولسنا نبغي تنبيه الوالد والفوز بعطفه علينا حسنا هذا بدهي فنحن نرمي إلى أن يحبنا أبونا لا غير إذن يا إخوتي افعلوا شاء لكي لا تقع عيناء أبينا على يوسف أبعدوه عن أبينا وبعد فترة من الزمن سينسى أبونا يوسف الصغير ويقبل علينا نحن هذا أمر غير ممكن فأبونا لا يبعد يوسف عن ناظريه إذن تعالوا لنفكر في المسألة فلنطفق أولا على استبعاد خيار قتل أخينا يوسف وبعد ذلك نبحث عن الطريقة المثلى لنفرق بين يوسف وأبيه ترجمة نانسي قنقر